خليني أسألك على السرعات شوية لأنه خط نص وخط هجوم البايرن يمتاز بسرعات لعيبة مرسو يعني ودي مدرسة البايرن يعني عندنا جنبري عندنا كومن عندنا حتى ليروي ساني سرعات مطلقة هل تشوف أنه بكرة لو خط ظهر النادي لأهلي مع خط نص وقفلوا المساحات ودياوا المساحات نقدر نتعامل مع موضوع السرعات نقدر نحرم البايرن من واحد من أهم أسلحته وإيه الدور اللي يقوم بيه معلول وهاني اللي بعتقد عليهم جزء كبير جدا من المهمة دي مهما كانت السرعات المتواجدة ومهما كانت الفوارق اللي موجودة بين بايرن ونخ ونادي الأهلي علي معلول عنده سرعات كبيرة جدا علي معلول من أسرع اللعيبة موجودة في الدهر الممتاز وعنده كورة رائعة طبعا محمد هاني من اللعيبة الشابة الزغيرة اللي خد فرصات فرص بدري جدا وأصبح دلوقتي من أعملها لأسياف نادي الأهلي عنده سرعات رهيبة جدا محمد هاني بشوف أن هنقفل مباراة بكرة بيكون فيه أليو ديانج وحمدي فتحي خاصة واحد ناحية علي معلول وواحد ناحية محمد هاني ويكون السلية هو اللي سابت فيندر هيفرق بشكل كبير جدا أنه أنت ممكن تقدر توقف السرعات دي بس هي الفكرة أنه أنت تقدر تكمل 90 ديئة مع فرقة كبيرة زي برميونخ فبقول لك أنه لو عدى فعلا أول عشر دي ربع ساعة واللعيبة صدقت نفسيها أن هي متواجدة في كاس عالم أندية وطلع المباراة كبيرة مع برميونخ لأ هنقدي بشكل كويس جدا وممكن نطلع بنتيجة كويسة بدر وأيمن الحقيقة تعاملوا مع اتنين من أخطر الفراودة على مستوى الكرة الأسيوية في مطش الدحيل سواء أولانجا هدف سوبر على فكرة ما ظهرش جماهير النادي الأهلي وما حسناش بمدى خطورته لكن اللي يدور على اللعيب ده ويبص على يهدفه في الدور الياباني أنت بتكلم على مهاجم من طراز فريد والمعزة علي الحقيقة كمان هدف أسيا ولعب عنده إمكانات عنيفة جدا ورغم كده كانوا الاتنين تحت السيطرة ما حسناش بقوتهم وخطورتهم بكرة عندنا ليفاندوفسكي أهم مهاجم فيه على مستوى العالم الحقيقة مهاجم قناص رقم تسعة نموذجي ايه النصاح التي توجهها لأيمن وبدر عشان يقدروا يحدهم من خطورة ليفاندوفسكي طبعا أيمن أشرف بشوفه من اللعيبة اللي مستوى ثابت ما شاء الله يعني الفترة اللي فاتت لعيب رواجل جدا لعيب مجتهد جدا ودائما اللي بيجتهد ربنا بيكرمه بدر بنون من أهم الصفقات اللي جات كالنادي الأهلي محتاجها بعد حجازي ما مشي من مسلمين أو ثلاث مواسم من اللعيبة اللي بتقدر توقف على الكرة لعيبة كرتها هادية جدا لعيب صعب بترقصه عنده هدوء كده والثبات كده في طريقة لعبه في كميا ما بينهم كبيرة جدا ما بين أيمن أشرف وبدر بنون هي اللي مخليها في نجاح في خط الدفاع لنادي الأهلي ومخليها الشكل الحلو اللي احنا بنشوفه وتحس ان الفترة اللي فاتت الشكل لنادي الأهلي في الناحة الدفاعية بقى مختلف جدا بسبب سببات التشكيل في الناحة الدفاعية بالذات كنت الأول ممكن تشوف ياسر إبراهيم بيخش رامر ربيع عسعد السمير متولي قبل الإصابة كان فيه ممكن شوية تغيير في التشكيل في الناحة الدفاعية لكن بقى لنا فترة بدر بنون وايمن أشرف كمياتهم ماشية مع بعض لعيبة من اللعيبة الرجالة جدا ودايما كنت انت محتاج حد في الدفنس يكون لعيب كورة يبدأ هجمة من تحت بشوف ان الاشتراك الأولاني في مبارات بكرة ما بين بدر بنون وايمن أشرف مع موجمين بير مينخ أو اللي يكون متواجد الاشتراك الأولاني وأول كورة بتفق جدا مع اللعيب سواء العيب مهاجم أو سواء العيب مدافع أول كورة بتطلع منك يعني المدافع انت لو خدت أول كورة من المهاجم بتفرق معك على مدار المباراة وهكذا بالنسبة للمهاجم سواء أفشا أو أيمن أو محمد شريف أو طاهر أول كورة لي راح بيها رقص شات شوطة عمل حياة بتفرق معك جدا على مدار المباراة حتى الحلقة اللي احنا عاديم بنتكلم فيها على مطش الأهلي وبير مينخ في كاس العلم للأندية هاي للتاريخ هاي للتاريخ